بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سأمن من قناة جرافيك زينر. النهاردة ان شاء الله هنتعرف على النسخة الاخيرة من الوتوكاد اللي هي نسخة عشرين اربعة وعشرين. والنسخة دي زي ما احنا شايفين كده دي الوجهة بتاعتها لما بنيك بنفتح. والوجهة دي ما تغيرتش عن الوجهات اللي قبل كده من عشرين عشرين لعشرين عشرين عشرين تقريبا هي نفس الوجهة اللي موجودة معنا. تمام? عندي هنا في ريسنت اللي هي الفايلات الاخيرة اللي انا فتحتها. وبعدين عندي اوبن وعندي اوبن فتح اوبن فايلز اوبن اشيت اكسبلور دروينج. دي الحاجات اللي موجودة في اوبن. هم باجي افتح فايل جديد. وعندي نيو اللي هي ان انا بفتح فايل جديد زي ما احنا شايفين كده. بندوس عليها. طيب. عنييجي هنا عندي بقى في الجزء اللي فوق ده الشريط اللي فوق في ستارت اللي انا فتحها. وهنا جنبها في تلات شرط. لو فتحت التلات شرط دول نفس الكلام اللي موجود هنا موجود هنا. هنا نيو دروينج وبعدين لو انا دست عليها بالشكل ده كده. بختار التامبلت اللي انا عايزها. تمام? وبعد كده عندي في اوبن. لو انا عايزة افتح فايل انا كنت شغالة عليه. وبفتحه من جهاز الكمبيوتر بدوس على اوبن من هنا. تمام? طيب انا ممكن افتح فايل جديد عن طريق ان انا بدوس على الزائد دي. اللي هي نيو دروينج. تمام? بالشكل ده كده. انا لو عندي اقتر من ملف انا فتحها. بايجي برضو عندي التلات شرط اللي موجودين دول. ممكن ان انا اعمل سيف اول لكل الملفات الموجودة المفتوحة. او ان انا اقفلها اعمل لها كلها. تمام? يبقى الحاجتين دول مهمين جدا ان احنا نعرفهم. لو احنا عندنا اكتر من فايل مش هنوعب نسيف كل فايل واحدة او نحفظ كل فايل واحدة. لا بنعمل سيف اول مرة واحدة. نفس الكلام ان انا مش هعمل اقفل كل فايل واحدة. تمام? يبقى انا ممكن اقفلهم كلهم عن طريق دي الواجهة البرنامج لما يتفتح. وطبعا اتشرح الكلام ده قبل كده اكتر من مرة. وانا بشرح لكم على عشرين اربعة وعشرين. طبعا الجزء اللي هو في النص ده اللي هو منطقة العمل اللي انا بشتغل عليه او اللي انا بشتغل عليه. اللي هي فيها الموجودة زي ما احنا شايفين كده. طب انا مش عايدة دي تبلي بدوس على من هنا اهي زي ما شايفين هي معمول لها باجي بقفلها. بادوس عليها بس كده. على طول بيتشلي الموجودة في الشاشة. عايدة رجحها بادوس عليها تاني بالشكل ده كده. تمام? عندي هنا في المينيو بار الفوق. المينيو بار الفوق في الغالب بتكون لما بنيجي نحمل بيكون مش موجودة. تمام? طب انا عايزة اخليها موجودة باجي عندي في سهم هنا فوق زي ما احنا شايفيني السهم ده كده بدوس عليه كده. انا هيجي اقول له هايد مينيو بار. اهي. اتشالت. طيب لو انا فتحت سهم تاني هقول له شو مينيو بار. رجعت لي تاني. طيب. هاي بقى بعد كده على الريبون اللي موجودة دي ريبون لي درو اللي هي اللاين والكولي لاين والسيركل. ادوات الرسم اللي احنا بنرسم بيها. الموديفاي ادوات التعديل. انا هعدل على الرسم ده عن طريق موديفاي هنا ادوات التعديل الموجودة. انوتيشن اللي هي الخاصة بالتيكست والديمينشن. وده احنا طبعا شرحناه قبل كده وانا هشرح لكم هنا في اوتوكاد عشرين اربعة وعشرين. وهنا اللي يرز دي اهم قيمة عندي ببتدي بيها الرسم. انا لازم كل رسمة بعملها في برنامج الاوتوكاد لازم اعمل لها ليرز جديدة. عشان لو حصل اي مشكلة باجي احزف اللير دي او اغير فيها. باحنا الليرز دي من اهم الحاجات اللي ببتدي بيها الرسمة في برنامج الاوتوكاد. طيب الليرز دي عشان اعمل ليرز جديدة بفتح هنا اللي هي لير بروبارتز. بدوس عليها بالشكل ده كده بتتفتح لي. وباجي اعمل نيو لير اللي هي موجودة عندي هنا. كلما يجي اعمل لير جديدة بعمل او ان انا بدوسها على من الكيبورد. اللي هي بتاعتها وده احنا لازم نتعلم في برنامج الاوتوكاد لان ده هيساعدني كتير ان انا اصرع في الرسم في برنامج الاوتوكاد. تمام? طيب انا هقفلها وهنشوح كم ده بالتفصيل بعد جدا. عندي هنا البلوك. البلوكات اللي احنا بنعملها في البرنامج. عندي هنا اللي هي خاصة باللييرز وهنا اللاين ميت واللاين طيب والماتش برو بارس. حاجات دي برضو هنشرح. وغروبز وتالتيز الخاصة بالميجرز. حاجات دي كلها اتشرحت قبل كده في النسخ القديمة وهنا هاجي اشرحها لكم برضو في نسخة عشرين اربعة وعشرين. يبقى ده اول موجودة او اول اوامر موجودة. طيب الاوامر دي موجودة فين? انا عندي هنا موجودة هنا في المينيو بار اللي فوق. عندي درو وفيها نفس الاوامر دي وفيها اوامر زيادة كمان هنتعرف عليها. عندي اهي موجودة قائمة بتاعتها عندي موجودة عندي في الديمينشل. اهو. يعني كل الحاجات اللي موجودة عندي هنا زهرة موجودة عندي هنا في المينيو بار وفي حاجات زيادة كمان موجودة فيها. طبعا الجزء اللي عندي هنا ده. اللي هو ده خاص بالسري دي. لو انا عايزة احول الشاشة اللي عندي دي بادوس على الجزء ده عندي هنا فيه زي ما شايفين الايكونة الصغيرة دي او لشكل البد دي. بادوس عليها كده. اهي. حول لي الشاشة لسري دي زي ما احنا شايفين كده. لو انا عايزة ارجع للطوب تاني ارجع للطوب بدوس على طوب من هنا بيرجع لي تاني اهو للطوب اللي هو عندي لو انا عايز احاول للسري دي عندي هنا في الورك سبيس اللي هي دايما ان احنا مش طالب بيها او بنحاولها عن طريقة الورك سبيس اللي انا شغالة عليها اللي هي اللي هي تمام انا باجي افتح السهم ده كده وهنا في اكتر من الورك سبيس احنا عشان نستخدم في المعماري انا باستخدم ودي اللي بتحولي الشاشة من تو دي لسري دي ادي لو دست عليها كده من هنا اتغير لي على طول الايقونات الموجودة او الموجودة زي ما احنا شايفين كده. تمام? احنا هنرجع للتو دي عندي هنا بقى تحت دي اللي انا بكتب فيها الامر بتاعي او اختصار الامر. يعني ممكن اكتب الامر وممكن اكتب اختصار الامر. فانا الامر بتاعي مسلا اهو تمام? وبرسم طيب اختصار اهل على طول قال لي اهل دي ما هشايفين كده. تمام? يبقى دي هي اللي انا بكتب عن طريقها. ممكن ان انا اقفل دي لو اتقفل كده وعملت لها هتقفل عندي طيب انا عايزة رجحها تاني بدوس على كنترول بلاس ناين. يبقى انا هي كده هقفلها بالشكل ده. عايزة رجحها تاني بدوس على كنترول مع ناين من الكيبورد. رجعت لي زي ما احنا شايفين كده. عندي بقى الشريط اللي تحت هنا ده اللي فيه الموضل. اللي انا برسم عليه. وبعدين اللي يقود وده خاص بي اطباع لما بيجي اطبع. وده هنشرحه مع بعض. تمام? وعندي هنا فيه تلات خطوط اللي هي ودي اللي هي الاوامر اللي انا ممكن استخدمها لم باجي عايزة امر معين منهم زي مثلا لازم اعمل جنبه صح كده عشان يزهر لي الايكونة اللي عندي بتبقى بتزهر تحت كده. لو انا مش عايزة الحاجات دي عشان ما بقاش في زحمة في الجزء اللي تحت او في الشريط اللي تحت بشيل الصح من عليها. وبختار بس اللي انا محتاجة. تمام? عملت ورسمت الفايل بتاعي. عايزة اعمله سيف بروح على. هنا برجع تاني كده. شو من يوبار. واروح على فايل. واجي اعمل سيف من هنا. بحفظ الملف على جهاز الكمبيوتر. اخر حاجة هتكلم عنها. عندي الجزء اللي فوق ده. ممكن ان انا اخفيه. باجي هنا فيه سهمة اهو. بادوس عليه بالشكل ده كده. اختفى الربوز. برجع تاني بيتفتح. شايفين بالشكل ده. اولا انا بدوس على السهمة ده كده وبختار. ده انا عايزة. ادي كده وسعت الشاشة. شلت الربوز الموجودة. اهو. جانا تاني. بالشكل ده كده. ورجعت دي الربوز تاني. بده الخاص باخفاء الجزء اللي هنا. يبقى النهاردة انا شرحت اساسيات. العمل في برنامج متوجاد. ان احنا لازم نعرف الوجهة الاول ازاي ان احنا نتعامل معها ومكان الادوات ولما بتختفي اي حاجة ممكن نظهرها ازاي. ان شاء الله الدروس اللي جاية هنشرح اوامر الرسمي في برنامج متوجاد نصفة عشرين اربعة وعشرين. بكده ان خلاص برسة دعنا النهاردة. يا ربكم استفدت منه. اذا استفدت منه. ما تنسوش لايك وشيء وسبسكرايب من اصفال فيديو وتفعيل الجرس. علشان يوصلك كل جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.